تخيل وقوفك على حفة بحر لنهائي الأفق يمتد بعيداً عن مدى البصر قبل قرون من الزمان لم تكن هذه الرؤية دعوة للانسحاب بل تحدياً يجب مواجهته كيف تجرأ البحارة القدماء بسفنهم الخشبية على مواجهة المياه المتلاطمة وغزو المحيطات العظيمة دعونا نبحر في رحلة عبر الزمن لفك ألغاز هذه المسألة قصة الإبحار القديم هي قصة الذكاء البشري والسعي الدؤوب نحو المجهول لم تكن هذه السفن الخشبية عمالقة عصرها مجرد هياكل من الأخشاب والأشرعة بل كانت تجسيداً للشجاعة والاستكشاف لكن كيف استطاعت هذه السفن الهشة أن تتحمل غضب المحيط الجواب يكمن في مزيج من العوامل التصميم والملاحة وروح الإنسان كان تصميم السفن القديمة عجيباً في عصره وذع على سبيل المثال سفن المصريين في البحر الأحمر بألواحها الأرزية ووصلات الزبد واللسان التي سمحت بالمرونة والقوة في هيكل السفينة كانت السفن الطويلة للفايكينغ بغاطسها الضحل قادرة على الملاحة في البحار المفتوحة والأنهار الضيقة وكانت السفن الصينية القديمة تتباهى بأقسامها المقاومة لتسرب الماء وهي تقنية لم يتبناها الغرب حتى بعد قرون وقد تناول كل من هذه التصاميم التحديات الفريدة التي فرضتها المياه التي اجتازوها كانت الملاحة جانباً حاسماً آخر بدون البوصلات الحديثة أو نظام تحديد المواقع العالمي جي بي أس اعتمد البحارة القدماء على الملاحة الفلكية باستخدام النجوم والشمس والقمر لتحديد مسارهم على سبيل المثال كان البولينيزيون يستطيعون قراءة الأمواج والرياح وحتى سلوك الطيور لتوجيه طريقهم عبر المحيط الهادئ كانت معرفتهم دقيقة لدرجة أنهم كانوا قادرين على إيجاد جزر صغيرة في المحيط الواسع دون أي خرائط مكتوبة لكن ماذا عن العنصر البشري؟ تملأ قصص هؤلاء البحارة القدماء حكايات عن الصمود فكر في رحلة الفينيقيين الذين أبحروا حول إفريقيا قبل زمن المسيح بوقت طويل أو الرحلات البحرية الأسطورية للمستكشفين البرتغاليين والإسبان مثل فاسكو دا جاما وكريستوفر كولومبوس الذين تحدوا المجهول وغيروا مجرى التاريخ لم تكن هذه مجرد رحلات بل كانت مساعي جبارة اختبرت حدود التحمل البشري الآن دعونا نبسط بعض المفاهيم المعقدة فعلى سبيل المثال قوة هيكل السفينة ليست مجرد عن الخشب المستخدم بل عن كيفية تجميع الخشب وصيلة الزبد واللسان التي استخدمها المصريون هي مثال مثالي إنها تقنية بسيطة لكنها فعالة حيث يتناسب للسان البارز على لوح مع الزبد في لوح آخر مما يخلق رابطا قويا دون الحاجة إلى المسامير أو المثبتات المعدنية وهذا سمح للسفينة بأن تتمايل مع الأمواج بدلا من مقاومتها والمخاطرة بالتفكك لكن كيف استطاعت هذه السفن البقاء طافية خلال العواصف أو عندما يتم اختراق الهيكل الجواب يكمن في ميزات التصميم الذكية مثل الأقسام المقاومة لتسرب الماء في السفن الصينية القديمة إذا امتلأ قسم بالماء ستظل الأقسام الأخرى جافة محافظة على طفو السفينة هذا المفهوم مشابه للحواجز العرضية الموجودة في السفن والغواصات الحديثة دعونا نطرح سؤالا بلاغيا هل تساءلت يوما كيف شعر هؤلاء البحارة القدماء عندما فقدوا الأرض من الأنظار مغامرين في المجهول إنها شهادة على شجاعتهم الاستثنائية والثقة التي وضعوها في سفنهم ومعرفتهم بالبحر لعبت العناصر التفاعلية أيضا دورا في هذه الرحلات كان البحارة غالبا ما يغنون الأناشيد أو يروون القصص للحفاظ على معنوياتهم العالية هل يمكنك تخيل الحكايات التي شاركوها والخرافات التي اعتقدوها أو الأخوة التي تشكلت خلال هذه الرحلات الطويلة في استعادة مسار البحارة القدماء كشفنا عن أسرار سفنهم الخشبية طحف فنية من عصرهم تحدث المحيطات الشاسعة إنها قصة انتصار الإنسان على العناصر تذكير بماضينا ومدى تقدمنا فلتلهمنا هذه الحكاية للاستمرار في الاستكشاف والتعلم ودفع حدود الممكن